أهلا بيكم سنة 6 ابتدائي في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية هنحل إن شاء الله مع بعض تدريبات سلاح التلميذ على الدرس الرابع لمحات من حياة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الفصل الدراسي الأول على قناة العلم والمعرفات السؤال الأول أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة رقم واحد أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا لمحاربة الروم في بداية خلافته بقيادة مين أقوله أسامة ابن زيد السؤال رقم اثنين المرتدون هم القبائل التي رفض الدفع أقوله إيه الزكاة السؤال رقم ثلاثة استشهد عاء كثير من حفظة القرآن الكريم في حروب أقوله حروب إيه حروب الردة السؤال رقم أربعة أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة من بعده للصحابي أقوله إيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه السؤال رقم خمسة يبدأ التقويم الهجري من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أقوله على طول إيه المدينة السؤال رقم ستة تم فتح مصر وبلاد العراق في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه السؤال رقم سبعة أنشأ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الدووين ومنها ديوان بيت المال وديوان أقوله إيه الجند السؤال رقم تمانية انتهى عصر الخلفاء الرشدين رضي الله عنهم باستشهاد أقوله مين علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم السؤال الثاني أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم واحد اتبع المسلمون نظام التوريس في اختيار الخلفاء الرشدين يعني كان الخليفة بيورس ابنه الخلافة طبعا أقوله العبارة إيه العبارة خاطئة السؤال رقم اتنين تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه إمامة المسلمين أثناء مرض الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العبارة إيه صحيحة ودي يعتبر من ضمن أسباب اختيار اختيار أبو بكر الصديق خليفة لمين خليفة للمسلمين السؤال رقم ثلاثة أول عمل قام به أبو بكر الصديق بعد توليه الخلافة هو جمع القرآن الكريم أقوله العبارة صحيحة السؤال رقم ثلاثة أربعة المرتدون هم قبائل رفضت دفع الزكاة ومنهم من إدعى النبوة أقوله العبارة إيه العبارة صحيح ممن ضمنهم طبعا مسلمة الكذب السؤال رقم خمسة كان إرسال الجيوش خارج شبه الجزيرة العربية بهدف تأمين حدود الدولة الإسلامية أقوله العبارة إيه العبارة صحيح يبقى الجيوش الإسلامية لما كانت بترسل خارج شبه الجزيرة العربية إيه الهدف منها أقوله إيه تأمين حدود الدولة الإسلامية السؤال رقم ستة أنشأ الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ديوان الجند أقوله العبارة صحيحة السؤال رقم سبعة بدأ التقويم الهجري بهجرة المسلمين إلى الحبشاء أقوله العبارة إيه العبارة خطأ طبعا ده بدأ التقويم الهجري بهجرة الرسول إلى إيه إلى المدينة السؤال رقم تسعة تمانية أمر عثمان ابن عفان رضي الله عنه بإنشاء أول أسطول بحر في الإسلام العبارة صحيحة السؤال التاسع أراد عثمان ابن عفان رضي الله عنه توحيد قراءة الكرآن الكريم أقوله العبارة إيه العبارة صحيحة السؤال رقم عشرة قام الخليفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بنقل مقر الخلافة إلى الكوفة الكوفة طبعا دي موجودة فين في العراق أقوله العبارة إيه صحيحة السؤال رقم حداشر تم تنظيم الشرطة في عهد الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه أقوله العبارة خطأ ليه لأن تنظيم الشرطة ده بدأ في عصر الخليفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه السؤال رقم ثلاثة اختر الإجابة الصحيحة مما بين الكوسائي رقم واحد أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق عمر ابن الخطاب أصمان ابن عفان علي ابن أبي طالب أقوله مين أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه السؤال الثاني جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على يد الصحابية الجليل من عمر ابن العص خالد ابن الوليد زايد ابن سابت أسامة ابن زايد أقوله زايد ابن سابت رضي الله عنه السؤال رقم ثلاثة أحد أهم أعمال الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وضع التقويم الهجري تعيين صاحب الشرطة نطل مقر الخلافة جمع القرآن الكريم أقوله طبعا وضع التقويم الهجري السؤال رقم أربعة تم فتح مصر في عهد الخليفة علي ابن أبي طالب عمر ابن الخطاب أبي بكر الصديق عثمان ابن عفان أقوله مين طبعا فتح مصر في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه السؤال رقم خمسة أمر الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه بإنشاء الدووين وضع التقويم الهجري كتابة القرآن في مصحف واحد محاربة المرتدين طبعا أقول له كتابة القرآن في مصحف واحد السؤال رقم ستة تم إنشاء أول أسطول بحري لتأمين سواحل مصر والشام من هجمات من الروم ولا قريش ولا المهول ولا الفرس أقول له طبعا الرقم سبعة نقل الخليفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه مقر الخلافة إلى القدس الكوفة مكة المدينة طبعا نقل مقر الخلافة إلى الكوفة في العراق من المدينة إلى الكوفة في العراق والكلام ده طبعا احنا شرحينه في الدرس كله السؤال رقم تمانية آخر الخلفاء الرشدين هو الخليفة نقاط رضي الله عنه عمر بن الخطاب علي ابن أبي طالب أبو بكر الصديق عثمان ابن عفان آخر الخلفاء الرشدين هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه السؤال الرابع في عصر الخليفة عمر ابن الخطاب أما إنشاء أول أسطول بحري ده طبعا ايه هي المختلفة أقول له ايه طب ايه سبب الاختلاف أقول له ده يعتبر من أعمال مين أعمال عثمان ابن عثمان عثمان السؤال تنظيم نطل المقر الخلافة تخصيص يوم للنظر في المظالم أقول له تنظيم الشرطة ونطل مقر الخلافة وتخصيص يوم للنظر في المظالم ده كل هده أعمال مين أعمال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لكن الكلمة المختلفة اللي أقوله اللي هي ايه أقول له ايه أقول له قتال المرتدين طب ليه لأن دي من أعمال مين من أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه السؤال الخامس صود ما تحته خط يعني اللي تحته خط ده غلط إحنا نعمل إيه هنصححه رقم واحد أول من أسلم من الرجال هو عمر إدن الخطاب رضي الله عنه أقول له مين طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه السؤال رقم اثنين يبدأ التقويم الهجري بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف الطائف دي طبعا غلط يبقى أقول له إيه من مكة إلى إيه إلى المدينة السؤال رقم ثلاثة سالس الخلفاء الراشدين هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه طبعا علي ابن أبي طالب دي إيه بخطأ طب إيه هي الصح أقول له عثمان ابن عفان رضي الله عنه السؤال رقم اربعة نقل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه مقر الخلافة من المدينة إلى مكة كلمة تلكة دي خطأ نقل مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة بالعرب السؤال السادس لمن تنسب الأعمال التاريخية الآتية يعني دي أعمال نشوف من هو اللي عمل هذه الأعمال رقم واحد كان إماما للمسلمين أثناء مرض الرسول صلى الله عليه وسلم أقول له أبو بكر الصديق رضي الله عنه السؤال رقم اتنين أرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجيش لمحاربة الروم في بداية حكمه أقول له مين أسامة ابن زيد رضي الله عنه رقم ثلاثة قام بجمع الكرآن الكريم في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أقول له مين أقول له زيد ابن سابت رضي الله عنه السؤال رقم اربعة أنشأ ديوان الجند وديوان بيت المال أقول له مين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه السؤال رقم خمسة أمر بإنشاء أول أسطول بحري في الإسلام طبعا اللي أمر بكده مين أقول له عثمان ابن عفان رضي الله عنه السؤال رقم ستة قام بتنظيم الشرطة للحفاظ على أمن المواطنين أقول له سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه السؤال السابع فسر ما يلي يعني عايزين سبب أو أسباب رقم واحد إيه هو أسباب اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الأسباب أول حاجة أقول له إيه لأنه أول من أسلم من الرجال رقم اثنين شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته رقم ثلاثة اختراه الرسول صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضي دي هي أسباب اختيار أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين بعد وفاة مين الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال رقم اثنين إرسال جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى الشام ليه تم إرسال هذا الجيش أقول له أول حاجة لمحاربة الرموم السؤال سبب التاني تأمين حدود الدولة الإسلامية السؤال رقم ثلاثة عايزين سبب إرسال الجيش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية ليه الجيش الإسلامية أرسلت خارج شبه الجزيرة العربية أقول له لتأمين حدود الدولة الإسلامية ونشر الإسلام السؤال رقم أربعة أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد إيه السبب أقول له لتوحيد قراءة القرآن الكريم السؤال رقم خمسة إيه السبب إنشاء أول أسطول بحر في الإسلام أقول له لتأمين سواحل مصر والشام من هجمات مين من هجمات الروم السؤال رقم ستة عايزين سبب نقل مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة بالعراق ليه تم نقل الخلافة من المدينة المنورة إلى الكوفة بالعراق طبعا على أو في عهد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أقول له لتسهيل الانتقال بين أرجاء الدولة الإسلامية وخاصة بعد اتساعه يبقى أقول تاني لتسهيل الانتقال بين أرجاء الدولة الإسلامية بعد إيه؟ فالسؤال رقم تمانية دلل على صحة العبارات الآتية يعني عايزين دليل على الكلام اللي إحنا هنقول رقم واحد اهتم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بتأمين حدود الدولة الإسلامية أقول له إيه دليل؟ إنه أرسل عدة جيوش لمحاربة الروم وتأمين حدود الدولة الإسلامية السؤال رقم اتنين حزم وقوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في محاربة المرتدين عايزين دليل أقوله أرسل عدة جيوش لمحاربة المرتدين حتى عادوا إلى الإسلام مرة أخرى السؤال رقم ثلاثة اتسعت الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عايزين دليل أقوله استكمل فتح بلاد العراق وبلاد فارس وبلاد الشام وكمان من مصر السؤال رقم أربعة حرص علي ابن أبي طالب رضي الله عنه على تطبيق العدالة عايزين دليل أقوله أنه خصص يوما للنظر في مظالم الناس السؤال التاسع ما العلاقة بين كل منه رقم واحد حرب المرتدين وجمع القرآن الكريم أقول لك العلاقة أن هناك عدد كبير من حفظة القرآن الكريم استشهد في حروب الردة فأمر أبو بكر الصديق بجمع القرآن أمر مين؟ أمر زيد ابن سابت رضي الله عنه رقم اتنين تنظيم الشرطة وبيت المال العلاقة اللي بينهم أقوله قام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بتنظيم الشرطة وقام بتعيين شرطة خاصة لحراسة بيت المال السؤال رقم ثالثة الروم والأسطول البحر الإسلامي أقول لك العلاقة اللي بينهم كان الروم يهاجمون سواحل مصر والشام فأنشى عثمان ابن عفان رضي الله عنه القسطول البحري السؤال رقم عشرة أجب عما يلي رقم واحد ما المقصود بالمرتدين منهم المرتدين أقوله دي قبائل رفضت دفع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم ادعى النبوة السؤال رقم اتنين ما النتائج المترتبة على استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حروب المرتدين أقول له إيه النتيجة إن أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه زايد بن سابت رضي الله عنه بجمع القرآن السؤال رقم ثلاثة وضح موقف الخليفة أبي بكر الصديق من المرتدين موقف عمل إيه أقولك إن هو أرسل عدة جيوش لمحاربة المرتدين عن الإسلام حتى عادوا إلى الإسلام مرة أخرى أسأل رقم أربعة قارن بين أهم أعمال كل من الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه والخليفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أهم أعمال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل جيش أسامة ابن زايد إلى الشام الحاجة الثانية محاربة المرتدين رقم ثلاثة جمع القرآن الكريم طيب بالنسبة ليه أعمال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه اقول له ايه نقل مقر الخلافة الى الكوفة كمان عمل حاجة مهمة تنظيم ايه تنظيم الشرط السؤال الرقم خمسة حدد اثنين من اهم اعمال الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اقول لك اول حاجة عملها وضع التقويم الهجري حاجة تانية انشأ عددا من الدواوين بكده يا حبيب قلبي ننتهي من حل تدريبية سلاح التلميز على الدرس الرابع لما حيت من حياة الخلافاء الراشدين رضي الله عنهم بتمنى وبدعوكم عمل سبسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيك زر الدرس لتعسلكم كل جديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته